هروح لمسألة ندعمهم أكتر دي وأنا برجع لسات النائب أحمد سمية وإن كان المتحدث واحد من القلاع الاشتراكية القليلة البقية على سطح الكرة الأرضية والأهل في مصر إلا أنه أنا ما عنديش أدنى أزمة في المزيد من الدفع باق سلال من الحوافز ليست سلة واحدة للمستثمر المصري القطاع الخاص المصري علشان يبقى شريك رئيسي في العملية الصناعية والعملية الاقتصادية بس هيبقى في عندي سؤال أنه في فترة ما ويمكن حتى أظن أو ما أظنش سات النائب ياسري هيختلف معايا أنه سحب البصاط من تحت الصناعة المصرية لأجل صناعات أخرى موجودة في كل حتة في الدنيا وكان السبب الرئيسي هنا مش رخص الإيد العاملة المصرية عملية هي تعد من الأرخص على مستوى العالم لكن كانت مشكلة الجودة فالسؤال هنعمل إيه عشان نضمن التصنيع بجودة ملائمة للمتطلبات الدولية طيب الشقة بتاع الصناعة في المرحلة الحالية دي ما بقاش موضوع توطين الصناعة اللي بنتكلم فيه بشكل كبير جدا يعني رفاهية بقت حاجة أساسية في ظل أزمة اقتصادية عالمية وأزمات بتتوالع على العالم بشكل كبير جدا الصناعة النهاردة 17.1 من الناتج المحلي ده نسبة قليلة جدا لدولة زي مصر عدد سكانها 103 مليون إن الصناعة بتمثل 17% لكناتج محلي القطاع الخاص النهاردة في المرحلة الجديدة اللي هتبقى بداية للجمهورية الجديدة في الأربع سنين الجاية هيترتفع مساهمته من 30% ل65% خلال الأربع سنوات تبقى لخطة الدولة ووثيقة ملكية الدولة اللي تم ترحاها في مؤتمر رئيس الوزراء صحيح طيب هي ليه كانت القطاع العام نسبته زايدة القطاع العام السنة اللي فاتت كان 560 مليار والقطاع الخاص 22 مليار بنسبة 70% لـ 30% بعد كورونا وبعد كمان خطة الإصلاح الاقتصادي الدولة كان عندها خطة لمشروعات بنية تحتية ضخمة جدا في كل مصر ده زود بشكل كبير استثمارات الحكومة المصرية لكن المرحلة الحالية هو عودة للقطاع الخاص في البدء فيها طب لو خدنا القطاع الخاص في الصناعة ايه المعوقات اللي بتخلي الناس ايه دا بقاهم مصريين او اجانب يبعدوا عن الصناعة ان انت النهاردة كدولة كنت بتستفيد من اول جزئية ان عايز ارض عشان نعمل مصنع هسعارها ازاي هسعارها بالسعر الطبيعي دي كانت اول مشكلة ان سعر الارض غالي جدا النهاردة النهج الجديد اللي احنا بنتطلب به ان ما نركز على سعر الارض نركز على المنتج اللي المصنع ده هتطلعه فاصبح التسعير بقيمة المرافق او الفكرة التانية اللي هي حق الانتفاع لسنوات ونشوف جدوى المشروع الجزئية التانية ان النهاردة مشاركة القطاع الخاص بما يملكه من ادارة سواء ادارة مصرية او ادارة اجنبية وتكنولوجيا حديثة في مشروعات همة جدا في مرحلة حالية ان الحكومة النهاردة تبدأ تتخارج من بعض المشروعات والقطاعات ويدخل القطاع الخاص او يبدأ يحسن مشاركة بينهم ده بيضيف عنصر فعال جدا هو ان الادارة من القطاع الخاص لها مميزات عديدة على عكس ادارة الخطاع العين الجزئية المهمة اوي هو ايه الفائدة اللي احنا بنقابلها النهاردة كمواطن بمصر يعني اقولك انا ليه اعمل مصنع انا كهبت شباب وعايزين نعمل مشروع ليه نعمل مصنع ونعمل مصنع في ايه وهنكسب ازاي انا هنا بحاول اخاطب المواطن البسيط اوي ثقافتنا في النحية الاقتصادية في عمل في الصناعة والاستثمار في الصناعة والدخول فيها دي لازم تتغير لازم بقى النهاردة عندنا دعاية قوية جدا للقطاع الصناعي في مصر كمان المتخالات الصناعة مصر دولة بتستورد متخالات صناعة ضخمة جدا في كل الصناعات ازاي نقدر نعمل الحاجات البسيطة جدا المصامير يعني مثلا قطاع الاساس قطاع الاساس عنده مشكلة ان 50% من القيط من المضافة بتاعته الاسطح اللي هي خارجية اللي هي اخر طبقة دي بيتم استرادها قبل كيش قبل كيش لان ده حلوا ايه حلوا بحث علمي ودراسة اسواق عالمية طب ما نستثمر شوية فيه ما يتعلق بالاساس في البحث العلمي ودراسة الاسواق واعمل مصانع لده طيب قطاع زي مثلا متماس جدا في مصر قطاع النحل يعني فيها حاجة مثلا ما حدش عرفها عسل النحل وكتب مصر الدولة رقم واحد في صدرات تصدير النحل الحي طيب النهاردة زي 300 مليون دولار سنويا زي ما دعمش هذا القطاع بشكل كبير جدا حاجات كتير ممكن تدينا امثلا النهاردة وافكار لدعم صناعات صغيرة ومتوسطة دعم صناعة في المرحلة الحالية ازاي نتعلم مصر لان تنجح ان انت تعمل لمصنع وتوقف استراض لا توطين التكنولوجيا هو عمل مصانع بتكنولوجيا حديثة عشان نضمن استدامة واستمرارية لان لو استخدمت تكنولوجيا غير حديثة مش هيبع عندي اللي حراك شرحته في البداية التنافسية مع الاسواق الخارجية وجودة المنطق حلو جدا